الحاسوب هل هو مجرد طريقة حياة مختلفة؟ ما هي الأخطار التي تهددنا عندما نجلس أمامه ساعات طويلة؟ صرخات تمزق سكون الليل طفل يتوق إلى التنفس أرّبوا عند الأولاد هل يمكن تجنب نوباته؟ كونوا بصحة جيدة وحافظوا على صحتكم نظرية سهلة لكن كيف السبيل إلى تطبيقها؟ أسئلة حقيقية وحلول حقيقية فيما ندخل صلب المواضيع التي تؤثر على صحتكم في صحتنا اليوم منذ عشرين عاماً كانت هذه الكلمات تشبه كلمات من لغة غريبة أما اليوم فقد أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية أحياناً تكون الإختراعات الكبيرة فاتحة حقبة جديدة في التاريخ والكمبيوتر هو أحدها لقد شكل ثورة حقيقية في طريقة حياتنا وعملنا ولعبنا لكنه أدخل أيضاً مجموعة جديدة من المشاكل الصحية التي تحصل بسببه مرحباً أنا كاثلين سوليفان سنلقي نظرة عميقة حول المشاكل التي تؤثر على صحتكم الجيد في الحسوب هو أنه يحتوي على قموس لغوي لأنني عندما سمعت بكلمة أورغوناميك التنظيم المنطقي للعمل كان علي أن أبحث عنها في الحسوب سوف تسمعون بهذه الكلمة غالباً في الألفية الجديدة وهي ليست معقدة كثيراً كلمة أورغوناميك تعني دراسة العلاقة بين الإنسان ومحيطه في العمل تصور مجموعة من المهندسين مسلحين بآلات قياس من مختلف الأنواع يدخلون إلى مكتبكم ويقومون بأخذ القياسات بحسابات دقيقة إذا كنتم تعملون في مجال الفيديو فستكونون أحد الضحايا الحية لهذا النوع من الأبحاث التي تتكرر يوماً بعد يوم وإليكم النتيجة إن الرسمة التوضحية المعقدة جداً يمكن تفسيره بكل بساطة كنا نكيف أجسادنا مع المفروشات والآلات بينما كان يجب أن يحصل عكس ذلك علينا تصميم آلاتنا وأمكنة عملنا كي تتناسب مع أجسادنا بشكل أفضل لقد شرحت للتو جوهر الأورغوناميك إذا كنتم من مستشري هذا المجال الذي يزداد انتشاراً فلا تخافوا على وظيفتكم ملايين العمال في كل أنحاء العالم يمضون أيامهم يضغطون أزرار لوحة المفاتيح وينظرون إلى شاشة الحسوب وهم بحاجة إلى المساعدة لماذا؟ لأن اعتماد الحسوب في حياتنا قد جلب معه بعض المشاكل الصحية لذا جهزوا معاجمكم لأنني سأحصل لكم بعض هذه المشاكل الخلل العضلية العظمي وعوارض القناة الرسغية إصابات بضغط نفسي متكرر وأضراراً جسدية متراكمة تبدو أمراض غريبة لكن حوالي 20% من الذين يعملون أمام الحسوب هم مصابون بمرض واحد على الأقل من هذه الأمراض مشاكل أخرى تتعلق بالأورجوناميك تشمل إرهاق العينين الحقول الكهرومغناطيسية وتأثير ذبذبات الألات المكتبية على جودة الهواء فيما يزداد عدد الأشخاص المدركين لفكرة الأورجوناميك سوف يتعلم العاملون طرق أفضل لحماية أنفسهم ونأمل في المستقبل أن تصمم المكاتب حول العاملين داخلها وليس حول الأدوات تصوروا أن معدل المسافة التي تقطعها أصابع من يضرب على لوحة المفاتيح حوى 16 ميلا يوميا متى كانت آخر مرة ركبتم فيها 16 ميلا؟ الضغط النفسي، التأثير المباشر والإصابة، إنها مسألة نسبية عندما تضرب الإصبع على الحرف K فإن العصب الرفيع في اليد يمتص الضربة مرة بعد أخرى إذا كنتم تركضون 26 ميلا في يوم واحد، فإن الضغط الذي تمتصه عضلات الأرجل الكبيرة والمفاصل والأعصاب يكون شبيها بالمقارنة مع الضغط الذي تمتصه العضلات الصغيرة في اليد خلال يوم عادي من الضرب على لوحة المفاتيح إن طريقة امتصاص جسدكم لهذا الضغط تتعلق مبدئيا بوضعية جلوسكم حاليا مازال الخبراء يتناقشون ويجتمعون وما زالوا ينشرون أبحاثهم لكنهم حتى الآن لم يتوصلوا إلى اتفاق حول تحديد دقيق لأسباب وعلاجات كل هذه الأسماء الطويلة أو الاتفاق على إيجاد كلمات تختصر الخلل العضلي العظمي إن كان مقر عملكم متعبا فمع بعض التغييرات الصغيرة قد تشعرون بفرق كبير وقد لا يكلفكم الأمر كثيرا من المال لدينا بعض النصائح التي تجعل عملكم الإداري أقل تعبا في برنامج صحتنا اليوم لا يهم إذا كنتم تتجولون على الإنترنت أم تتسابقون على مدرج الإلكترونيات المتطور فإن الآلة التي تضع كل تلك المعلومات بتصرف أطراف أصابعنا تكلفنا الكثير ويجب أخذوا الاحتياطات كي لا تؤثر هذه المعلومات على صحتنا ما زال الحكم غير صادر بحق الحقول الكهرومغناطسية وتأثيرها على أجسادنا بالرغم من أن الدلائل تشير إلى أنها قد لا تشكل خطرا على صحتنا فإن معظم صانعي الإلكترونيات قد بدأوا باتخاذ خطوات للتخفيف من تأثير آلاتهم هذا الرجل الألي يكشف ويقيس الحقول الكهرومغناطسية التي تولدها أجهزة الحاسوب إنها آلة قياس متطورة جدا تساعد على التأكد من أن الحاسوب يطابق مواصفات EMF الحقول الكهرومغناطسية لا يولدها الحاسوب فقط لأن كل الآلات والأدوات الكهربائية في المنزل والمكتب تولد حقولا كهرومغناطسية وهذا أمر أصبح ما نعرفه لكن ما لا نعرفه هو مدى تأثيرها على صحتنا ما زالت الأبحاث الجارية تقوم باختبار هذا الموضوع ومعظم الصانعين قد بدأوا منذ الآن وطوعيا بابتكار تصميم يتلائم مع الزبائن المطلعين على هذه المشكلة إن هدف العمل على مزيد من التحكم في مكان العمل هو إزالة أي احتمال لوجود أخطار على الصحة منتجات جديدة بدأت تظهر الآن تأخذ هذه المشكلة بعين الاعتبار زجاج خال من الوهج يخفف تعب العين جراء النظر إلى الشاشة لكن بالرغم من ذلك فإن بعض هذه الألواح الزجاجية الواقية لا تزيل الحقول المغناطسية لوحة المفاتيح هذه تبدو غريبة لكنها صممت كي تبقي الأصابع في مجال حركتها الطبيعية الملائمة للجسم البشري تصاميم جديدة لمقاعد أو كراس تحمل الجسم بشكل طبيعي وتسمح للناس في العمل براحة أكبر ولفترة أطول تصوروا مكتبا يناسبكم وهذا واحد في الواقع يمكنكم تغيير وضعية جلوسكم عدة مرات يوميا وتخففون من الضغط على مجموعة كاملة من العضلات إن المشاكل الناجمة عن التعب العظمي العضلي الحقول الكهر مغناطسية